أطلق صندوق تحيا مصر قافلة جديدة لتوفير المواد الغذائية والملابس الجديدة للأسر الأولى برعاية في قريتي مندشة والقصعات بالواحة البحرية ضمن مبادرتين بالهنى والشفى والدكان الفرحة وذلك تنفيذا لتوجهة الرئيس عبدالفتح السيسي بتكثيف أنشطة الصندوق في المناطق النائية والحدودية وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبدالفتح قال إن قافلة الواحة البحرية تتضمن خمسة أطنان دواج واثنى عشر طن من المواد الغذائية الجفة وعشرين طن من العصائر والمعلبات بالإضافة إلى تسعة عشر ألف قطعة ملابس جديدة سيتم توزيعها على ألف أسرة مستحقة تبقى لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعية